زيارة جديدة من ضمن قائمة الزيارات التي ينتظرها العراقيون يسير رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على الطريق المؤدي للمثنى هذه المرة في يوم قد ينتشر فيه الورد بدلا من شوك الصعوبات الصيف الذي ينتظر قرارات وتغييرات يبدأه الكاظمي بافتتاح محطة كهربائية ترفع من عدد ساعات تزويد الطاقة إذن بعد إنارة المحافظة لا بد من رؤية أبنائها بوضوح يجلس رئيس الحكومة في بيت العائلة العراقية لتكون القصة واضحة حقيقية فيقدم وعده بتحقيق احتياجات أهل المثنى على خريطة الإعمار الحقيقي يقول الكاظمي أنه يريد للمحافظة إعمارا وازدهارا في السماوة والرميثة التي وصفها بالجرح لكل ضمير حي من تراكمة الإهمال تخصص الحكومة 250 راتبا لمعيلين ضمن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية لم ينهي الكاظمي زيارته دون أن يلتقي بمجموعة من مواطنين بالقرب من بوابة مشروع محطة ضخ تعزيز السماوة العمودية التي افتتحها على رأس وفد حكومي مستمعا إلى مطالبهم التي يتعطشون لتحقيقها علهم يرتوون بحقوقهم كما تروي محطة المياه نهر الرميثة من نهر الفرات ترحيب العشيرة وشيخها ترحيب بالقصيد رسالة المودة لرجل وطني على هذا السيف الذي يعبر عن تقليد عربي أصيل يخرجه الكاظمي من غمده قاطعا به زمن الظلام وفقر الكهرباء وزمن الفوضى والجفاء